بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين الحلقة السابعة عشر بعد المئة الثانية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة الأحباب أيها الإخوة المستمعون الكرام نرحم بحضراتكم أجمل ترحيب مع لقاء طيب مبارك يجمعنا بفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو أياتي كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء في حلقة من حلقات برنامج نور على الدرب مع مطلع هذا اللقاء ورحب بفضيلة الشيخ أجمل ترحيب فأهلا ومرحبا الشيخ صالح حياكم الله وبرك فيك على بركة الله نبدأ هذه الحلقة برسالة السائل أبو عبد الرحمن من جمهورية مصر العربية كفر الشيخ يقول بالنسبة للجماعة الذين يطوفون حول الأضرحة ويعتقدون فيهم بأنهم يتصرفون في الكون ويغيثون الملهوف وغير ذلك هل لو مات أحد هؤلاء الأشخاص نصلي عليه ويكون معذور بجهله أم ماذا نفعل تجاههم أفتونا بالتفصيل جزاكم الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد فإنه بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن الكريم قد زال الجهل ولله الحمد وقامت الحجة فالذين يطوفون بالقبور ويستغيثون بالأموات وهم يعيشون في بلاد المسلمين ويسمعون كلام الله أو يقرأونه وقد يكونون يحفظونه عن ظهر قلب ويرددونه ويسمعون أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويحضرون خطب الجمع ويسمعون البرامج التي تذاع في الإذاعات من البرامج الدينية العلمية التي فيها التحذير من الشرك والأمر بالتوحيد هؤلاء ليسوا معذورين لأنهم قد قامت عليهم الحجة وإذا ماتوا وهم على هذا العمل القبيح يطوفون بالكبور ويستغيثون بالأموات فإنهم يعتبرون مشركين كفارا بالله عز وجل الكفر الأكبر المخرج من الملة لا يصلى عليهم ولا يدفنون في مقابر المسلمين ولا يريفهم أقاربهم من المسلمين نسأل الله العافية نعم بارك الله فيكم هذا السائل من ليبيا رمز الاسمه بواو سين يقول في السؤال الأول عندما أكون في صلاة الجماعة ألاحظ أن بعض المصلين يقرعون الفاتحة أثناء قراءة الإمام ولكن بصوت خافض فما حكم هذا الفعل؟ وهل من الضروري قراءة الفاتحة إذا كانت الصلاة السرية؟ وما الحكم إذا لم تقرأ الفاتحة في مثل هذه الحالة؟ جزاكم الله خيرا إذا كانت الصلاة سرية فإنها تجب قراءة الفاتحة على المأمومين على الصحيح من أقوال أهل العلم وإذا تركوها لم تصح صلاتهم أما إذا كانت الصلاة جهرية والإمام يجهر بالقراءة فإن المأموم يقرأ الفاتحة في سكتات الإمام مهما أمكنه ذلك ولا يقرأ والإمام يقرأ لما في ذلك من التشويش وعدم التمكن من القراءة على الوجه المطلوب والله جل وعلا يقول وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون فيجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في سكتات الإمام إذا أمكنه ذلك فإن لم يمكنه ذلك فإنه لا حرج عليه لعدم قدرته على ذلك والحمد لله بارك الله فيكم يقول السائل في سؤاله الثاني عند التشهد الأول والثاني هناك من يحرك السبابة في اتجاهات مختلفة فهل من الضروري أن أفعل هذه الحركة مع العلم بأنني لا أقوم بهذه الحركة وجهوني بهذا تحريك السبابة في الجلوس للتشهد بصفة دائمة لا يقطع الحركة هذا غير مناسب وغير مشروع فيما يظهر والصواب في ذلك أنها تحرك عند المرور بلفظ الجلالة في التشهد أو في الدعاء مثلا إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله فإنه يرفعها ويحركها إشارة إلى التوحيد وإذا قال أعوذ بالله من عذاب جهنم فإنه يرفعها ويحركها يسيرا أيضا إشارة إلى التوحيد الحاصل أنه يحركها عند مرور لفظ الجلالة في أذكاره التشهد الأخير له سؤال آخر يقول نرى الكثير من الفتيات المتبرجات وهذا يضعنا في مواقف نجد أنفسنا ننظر فيها إلى أولئك الفتيات وهنا أسأل عن النظرة الأولى وما مقدارها الزمن وجهوني بهذا لا يجوز النظر إلى الفتيات ويجب غض البصر قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكالهم إن الله خبير بما يصنعون قال النبي صلى الله عليه وسلم النظرة سهم مسموم من سهام إبليس وإنما يعفى عن نظر الفجأة يعني ينظر الإنسان وهو لا يقصد النظر للفتاة ولكن يقع بصره على امرأة فهذه فاجأة ليس باختياره ولكن يجب عليها لا يستمر في النظر إليها وإنما يقطع نظره إليها ويصرف بصره عنها في الحال ولا يستمر قوله صلى الله عليه وسلم لك الأولى وليس لك الثانية الأولى التي بدون قصد أما الثانية التي قصدها فهي حرام عليه ويأثم بها وتكون سببا للفتنة وربما تجر إلى شر نعم يقول هذا السائل ما هي القراءة الصحيحة لكلمة مالك يوم الدين في سورة الفاتحة أهي مالك أم ملك أفيدونا بذلك القراءة التي يعتمدها أهل هذه البلاد هي قراءة مالك بالألف وهي قراءة حفص رحمه الله نعم يقول ما هي الرقية وما شروطها وما حكمها الرقية هي القراءة على المريض والمصاب قراءة شيء من القرآن والنفس عليه من القاري قراءة شيء من الأدعية الشرعية والتعوذات الشرعية ثم ينفث على المصاب أو على محل الألم قراءة على اللديغ الذي لدغته حية أو لسعته عقرب من ذوات السموم هذه هي الرقية الشرعية وهي سبب للشفاء بإذن الله يقرأ سورة الفاتحة وهي أعظم الرقى ويقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين وينفث على المريض ويقرأ أيضا ما تيسر من القرآن ناسيما الآيات المناسبة للمرض الذي يقصد الرقية منه فإذا قرأ على مصاب بالسحر مثلا فإنه يقرأ عليه آيات الآيات التي وردت في السحر من مختلف السور وأما شروط الرقية فهي أن تكون من القرآن أو من الأدعية الشرعية ولا تكون بأدعية غير واردة أو بألفاظ مجهولة أو بتعوذات شركية ثانيا أن تكون بألفاظ عربية لا تكون بلفظ أعجمي ثالثا أن يكون قصد الراقي والمرقي أن يكون قصدهما بذلك حصول الشفاء من الله سبحانه وتعالى ولا يعتمد على الرقية وإنما يعتمدان على الله جل وعلا وإنما الرقية تكون سببا من أسباب الشفاء بإذن الله فالاعتماد لا يكون على الرقية ولا يعتقد الإنسان الراقي أو المرقي أن الشفاء يحصل بالرقية وإنما يعتقد أن الشفاء من الله سبحانه وتعالى وأن الرقية إنما هي سبب من الأسباب فضيلة الشيخ هذا السائل يقول في آخر أسئلته ما هي صلاة التسابيح وعن كيفيتها وعن أدائها صلاة التسابيح بدعة لأنها لم يريد بها دليل صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا داعي لبيان كيفيتها وبيان حياتها لأنها بدعة جزاكم الله خيرا أسئلهم حذيفة الجبيل أرسلت بهذا السؤال تقول نحن مجموعة من الفتيات جاءتنا الدورة الشهرية ونحن في أعمال لا تتجاوز التسع سنين وجهلا منا لم نصم بعض شهور رمضان وحين علمنا بوجوب صيام ما بدأنا بالصيام فما الواجب في ذلك في قضاء هذه الأيام من شهر الصوم المبارك تجاه هذه الشهور مع الإخراج للصدقة جزاكم الله خيرا الواجب عليكنا صيام الأيام التي أفطرتنا فيها بعد حصول الحيض لأن من حاغت فقد بلغت ووجبت عليها الواجبات الشرعية من صيام وصلاة وغير ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاته حائض بغير خمار والمراد من بلغت سن المحيض وما تركتنا من صيام رمضان في الفترة التي مرت في أول بلوغكم هذا يكون عن جهل أو عن تساهل فالواجب عليكم التوبة إلى الله سبحانه وتعالى وقضاء عدد الأيام التي لم تصم نهى وإطعام مسكين عن كل يوم عن التأخير كفار عن تأخير القضاء إلى هذا الوقت لا تبرأ الزمة إلا بذلك توبه لله عز وجل قضاء الأيام كاملة التي جرى فيها الإفطار بعد البلوغ إطعام مسكين عن كل يوم كفارة عن التأخير إلى هذا الوقت وبالله التوهير بارك الله فيكم تقول السائلة هناك واحدة من جداتنا تصوم رجب وشعبان اعتقادا منها بأن ذلك أفضل الشهور فما الحكم في ذلك؟ أما صيام رجب فلم يرد فيه شيء وأما صيام شعبان فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم أكثره فيستحب صيام أكثر شعبان ولا يصام كاملا أما رجب فإنه لم يرد فيه شيء فصيامه أو صيام شيء منه اعتبروا بدعة لعدى مرود الدليل بذلك إلا في حق من له صيام مستمر يصومه تطوعا فإنه يصوم رجب مع غيره من الشهور أما قصده وتخصيصه بصيام دون غيره فإنه يعتبر بدعة نعم جزاكم الله خيرا من أسئلتها تقول فضيلة الشيخ امرأة لم يتمم لها أهلها فما الواجب عليها تجاه أهلها؟ هل تتمم لنفسها أم ماذا؟ وما كيفية ذلك؟ العقيقة والمسمع بالتميمة مشروعة في حق الوالد في حق الأذن عن أولاده للذكر شاتان وللجارية شات واحدة وهي سنة ليست بواجبة ولا يعق الإنسان عن نفسه لأنها ليست واجبة وليست مشروعة في حقه هو إنما هي مشروعة في حق الوالد وإذا تركت وفاة وقتها فلا شيء في ذلك لأنها سنة ولا تقضى نعم السائلة أم حذيفة سؤالها الأخير تقول امرأة لها طفلان وعندما كانوا نيام انقلبت الأخت الكبرى على الصغرى فماتت فما الواجب على هذه المرأة؟ فإذا كان الصيام هل هناك من بديل؟ الأم ليس عليها شيء لأنها لم تفرد في هذا وإنما الكفارة على الكبرى التي انقلبت على الصغرى إذا كانت هذه الكبرى قد بلغت إذا كانت قد بلغت سن التكليف فإنها تجب عليها كفارة الخطأ وهي عدق رقبة فإن لم تجد فإنها تصوم شهرين متتابعين أما الأم فليس عليها شيء في ذلك لأنها ليست متسببة وليست مباشرة أيضا نعم جزاكم الله خيرا السائل محمود من سوريا حلب يقول في هذا السؤال هل الاحتفالات الدينية مثل ليلة القدر وعيد المولد النبوي الشريف ورأس السنة الهجرية ومثل هذه الأعياد هل هي محرمة في الشر أم لا أفيدون بذلك نعم هذه الاحتفالات التي يسمونها الدينية هذه بدعية وليست دينية لأنها لم يرد فيها دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمر نافى ورد فوصلى الله عليه وسلم لم يحتفل بمناسبة مولده ولم يحتفل ليلة القدر ولم يحتفل ليلة الإسرى والمعراج ولا في غير ذلك من المناسبات وإنما هذا شيء ابتدع في القرون المتأخرة وهو بدعة وكل بدعة ضلالة المشروع في ليلة القدر هو الصلاة والدعاء وإحياء ليلة القدر بالعبادة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ويحث عليه أما إحياؤها بالحفل أو بالخطابة فإن هذا من البدع المحدثة التي ما أنزل الله بها من سلطان وأما بقية ليلة المعراج وليلة النص من شعبان فهذه لم يرد فيها عبادة خاصة ولا تخصيصها بشيء لا من العبادات ولا من الاحتفالات ولا بأي شيء وإنما هي كسائر الليالي نعم جزاكم الله خيرا هذا مصري يعمل بالأردن له مجموعة من الأسئلة يقول بأنه تزوج من فتاة عاقلة وتعمل معلمة ومنذ عامين وقبل الزواج يقول اتفقت أنا ووالدها على إحضار بعض أساسيات الشقة ومن ضمنها فرشة السجاد الموكيت وعند الدخول وأثناء الزواج حدثتني زوجتي بأن السجاد سوف تسدد ثمنه من راتبها فغضبت وعلى الفور قمت بحلف اليمين عليها بالطلاق ألا تدفع ثمنه لأن ذلك إلزام على والدها حسب الاتفاق بيني وبينها وبالصدفة حين حديثي مع زوجتي يقول بعد رجوعي من عملي بالأردن تبين لي بأنها كانت تسدد ثمن السجاد دون معرفته تلقائيا فما حكم الشر بحلف اليمين عليها والنقطة الأخرى ما حكم تقليها عن عدم سماع كلامي وإطاعتي أفي دون بذلك هذا يعتبر بحسب نيتك فإن كنت نويت تعليق الطلاق على قيامها بتسديد قيمة وسددتها وخالفت يمينك فإن الطلاق يقع عليها لأنه إذا حصل الشرط حصل المسروب أما إذا كان قصدك من هذا الطلاق هو منعها من القيام بالتسديد وليس قصدك إقاع الطلاق عند ذلك فهذا على الصحيح اعتبروا يمينا من الأيمان المكفرة فعليك كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن لم تجد شيئا من ذلك فإنك تصوم ثلاثة أيام نعم جزاكم الله خيرا الموضوع الثاني في رسالة السائل المصري يعمل بالأردن يقول هل عائد المال والمصاري من مهنة الحلاقة الرجال حرام حيث أن زوجتي مساورها الشك في ذلك وهذا على حد قولي اختها إليها بأن مهنة الحلاقة والعائد منها حرام رغم أنني أعمل بمهنتي منذ صغر وتعلمتها من والدي رحمه الله وأحيطكم علما بأنني جامعي ولم أقرأ حديث أو آيات قرآنية تحرم مهنة الحلاقة للرجال أفيدنا بذلك الحلاقة ليست حراما وأخذ الوجرة عليها ليست حراما وجرتها ليست حراما والكسب من ورائها حلال والحمد لله إلا إذا كانت هذه الحلاقة غير جائزة كحلاقة اللحاء حلق اللحاء هذه الحلاقة محرمة وأخذ العوض عنها محرم لأنها في مقابل عمل حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتوفير اللحاء وإرسالها وإرخائها وإكرامها في مخالفة ذلك وحلق اللحاء معصية لله ولرسوله فأخذ الوجرة على ذلك حرام بارك الله فيكم السؤال الثالث في رسالة هذا السائل يقول أخت زوجتي محجبة وتلبس الخمار وعند حضورها مع زوجها إلى منزلنا فهي تمتنع من الجلوس معنا والسلام علينا والحديث معنا على حد قولها بأن الجلوس والسلام والحديث مع الرجال حرام رغم أنني زوج أختها ولم أعرفها من قبل وبوجود زوجها والأهل معا طبعا فهل حديث وسلام وجلوس معها وبصحبة الأهل من النساء ووجود والدها وزوجها حرام جزاكم الله خيرا تكملها للسؤال الذي قبل هذا نعم وكذلك إذا كانت الحلاقة على حياة تشابه المشركين فإن هذا أيضا حرام نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بالمشركين عمل موضات الحلاقة التي فيها تشبهم بالكفار أيضا حرام وأخذ العوض عنها حرام أما الإجابة عن السؤال الأخير نعم وهو هل يجوز للمرأة أن تتحدث مع زوجي أختها فلا بأس بذلك لكن بشرط أن لا يكون هناك خلوة نعم وأن تكون محجبة فإذا لم يكن هناك خلوة وكانت محجبة وكان الكلام أيضا كلاما عاديا مما جرت به العادة ولا محذورة فيه فلا مانع من محادثتها لزوجي أختها نعم جزاكم الله خيرا السائل عين سين كاف عرار يقول بأنه شاب يطلب العلم الشرعي ويدرس في كلية شرعية يقول مشكلتي بأنني أفكر في الزواج في كل وقت عندما أكون في الدراسة أو عندما أقرأ كتاب مما يحول بيني وبين التركيز في الدروس وتحصيل العلم خاصة في هذه المرحلة الثمينة من العمر فهل من توجيه وعلاج لهذه المشكلة علما بأنني لا أستطيع الزواج إلا بعد ثلاث سنوات على الأقل لتكاليف الزواج وأرجو منكم أن تدعوا لي بالتوفيق والهداية جزاكم الله خيرا لا شك أن المبادرة بالزواج خصوصا للشاب الذي يخاف على نفسه من الفتنة أن ذلك أمر مواجب إذا كان يستطيع تكاليف الزواج أما إذا كان لا يستطيع تكاليف الزواج فإنه ينتظر حتى يسر الله جل وعلا قال تعالى فإذا كان قادرا على الزواج ويخاف على نفسه من العنت فإنه يجب عليه الزواج أما إذا كان قادرا على الزواج ولا يخاف على نفسه من العنت فإنه يجوز له تأخير الزواج ولكن تزوجه أفضل من التأخير لما في الزواج من المصالح أما إذا كان عاجزا عن الزواج فإنه ينتظر إلى أن يسر الله سبحانه وتعالى شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين أيها الإخوة الأحباب أيها الإخوة المستمعون الكرام أجاب عن سيلتكم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاح شكر الله لفضيلته على ما بين لنا في هذا اللقاء وأشكر لكم أنتم وفي الختام تقبلوا تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية فهد العثمان ومن هندسة الصوت سعد خميس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته